موسيقى موسيقى وصلت الى قاعدة مروي الجوية بجمهورية السودان الشقيقة وحدات من القوات الجوية وعناصر قوات الصعيقة المصرية للمشاركة في تنفيذ تدريب الجوي المصري السوداني المشترك نصور النيل واحد والذي يتم لاول مرة بين البلدين الشقيقين ويستمر حتى السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري ويأتي هذا التدريب في اطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة ومن المقرر ان يشهد التدريب تنفيذ العديد من الانشطة والفعاليات حيث بدأ التدريب بتنفيذ العديد من المحاضرات النظرية والعملية والتي تساهم في توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين الجانبين يأتي التدريب في اطار دعم علاقات التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكل البلدين وتعزيز القدرة على ادارة اعمال جوية مشتركة باستخدام اسلحة الجو المختلفة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة